كل المؤشرات تؤكد أن قرار الحسم العسكري بات أقرب من أي وقت مضى فإلى جانب قيادة الجيش الوطني معركة التحرير في أكثر من جبهة تبدو التوجهات الإقليمية والدورية التي افصحت عنها المواقف والتصريحات خلال الأيام القليلة الماضية داعمة لهذا الخيار في اجتماعه مع سفراء الدول الثمانية عشر أكد الرئيس هدي أن العمليات العسكرية لن تتوقف حتى تحرير كافة التراب اليمني معتبرا أن الصراع في اليمن لم يكن مجرد انقلاب على السلطة بل إنهاء للدولة وللوجود السياسي وأنه عملية سلام مع ميليشيا الحوثي تعد إهدارا للوقت تصريحات هدي جاءت في توقيت مهم وحساس بعد إعلان التحالف العربي اعتراض صاروخ باليستي جديد أطلقته ميليشيا الحوثي صوب العاصمة السعودية الرياض كما أطلق زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي تهديدات جديدة ضد السعودية والإمارات وزعم أن الصاروخ بركان 2 الباليستي وصل إلى قصر اليمامة في الرياض تداعيات الصاروخ الأول والذي استهدف مطار الرياض لم تكت تنتهي وبلا شك فإن العملية الجديدة سيكون لها تداعيات كبرى الواضح أنها ستوحد المواقف الإقليمية والدولية تحيى للحسم العسكري في اليمن إذ لم تتوقف حتى اللحظة حملت التنديد بإجراءات الميليشيا ضد أنصار الرئيس المخلوع السفير الأمريكي لدى اليمن ماتيو تولر في لقائه الأخير مع الرئيس هدي ندد بما وصفها الأعمال التعسفية التي تقوم بها الميليشيا في صنع وكذلك التدخلات الإيرانية حيث تقول الإدارة الأمريكية أن يدى طهران حاضرة في كل تطورات الأخيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر